وعادنا مع موجز الأهم الأنباو اللي هتقدمه لنا هدير هدير أهلا بك مرة تالية شكرا ليك يا جمانة التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح استيسي كلمة للشعب بشاني آخر تطورات مواجهة فيروس كورونا جاء ذلك خلال اجتماع لسيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعرب الرئيس السيسي في كلمته عن التقدير والاحترام للأطقم الطبية لجهودها في مواجهة كورونا أسجل التقدير والاحترام للأطقم الطبية اللي ما زالت بتقوم بدور عظيم جدا جدا بدأ الحقيقة من يمكن من نهاية السنة اللي فاتت وحتى الآن مستمر في بزل جهد ضخبة جدا جدا للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين والحقيقة اللي تحقق في هذا المجال بكل تواضع كان جيد ورائع وأنا لما بقول اللي تحقق جيد مش بنسيبه بس لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي متبسلة في المستشفات الجمعية لكن المنظومة كلها في مصر الحكومة اشتغلت بكل ما تعنيها هذه الكلمة في دراسات من وسط لجان متخصصة وإدارة الحقيقة أنا بسجل لها الاحترام والتحية لهم على ما تحقق اللي كل الدنيا أشادت به لأنا عايز أقوله النهاردة بقى أمر مهم آخر إحنا لما حصل الكلام ده أو لما تعملنا مع الأزمة اعتبرا من يمكن فبراير ومارس العام من هذا العام يعني بداية هذا العام تعملنا بشكل متوازن وهادئ جدا وما نقلنا لكمش الفزع والخوف من هذا الوباء الصعب وحرصنا على أن احنا بقدر الإمكان يبقى مصار تحركنا فيه مصار متوازن واللي ربنا سبحانه وتعالى شاء أنه هو يكون يعني يحقق ويبقى ده يعني مصار محل تقدير ويمكن دراسة من جانب كتير من الدول على المصار اللي مصر مشت فيه في إدارة أزمتها مع هذا الوباء كما أكد رئيس السيسي في كلمته أيضا على ضرورة اتخاذ جميع المواطنين الإجراءات الوقائية في ظل استمرار الوباء عالميا سأقول بس أن الوباء ما زال مستمر وحرصنا لابد أن هو يستمر والإجراءات اللي احنا كلمنا فيها خلال الشهور اللي فاتت والحملات الإعلامية اللي تم تناولة هذا الموضوع تستمر وإجراءاتنا في الحفاظ على نفسنا تستمر وحفكركم أن احنا لما اضطرينا خلال إدارة ما يسمى بالموجة الأولى عملنا إجراءات كتير قوي بفكركم بيها عشان مهمة أو أن احنا ما نكررها شيئا ومش هنكررها إلا بتعاونكم بحرسكم بأن أنتم بتاخدوا الأمر بمحمل الجد أنا بكلم كل الناس في مصر كل الفئات كل المستويات لما اضطرينا أن احنا نعمل عزل جزئي أن احنا نغلق جماعات ومدارس ومطاعم ومنشآت سياحية وحاجات كتير قوي عملناها خلال الموجة الأولى وإحنا متحركين دلوقتي مش عايزين نصل إلى هذا الأمر وجه سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضغط الجدول التنفيذي لمشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازمة والذي يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين جاء ذلك خلال اجتماعا لسيد الرئيس مع ريمون جريفولد وفكتور جريفولد رئيسين مجلس إدارة شركة جريفولد الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية سفير بسام راضي أن رئيس السيسي شدد على البدء الفوري في إنشاء مركز تجميع مشتقات البلازمة في مصر ووضع ألية فاعلة وضقيقة لضمان قدارة الأداء بالتعاون مع شركة جريفولد الإسبانية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيد ريمون جريفولد والسيد فيكتور جريفولد رئيسي مجلس إدارة شركة جريفولد الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية واللواء طبيب هائدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والدكتور تامر عاصم نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون الدواء واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض المخطط العام التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر والذي سيتم بالشراكة مع شركة جريفولز الإسبانية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال على المستوى العالمي وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بدغط الجدول التنفيذي للمشروع الذي يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين وذلك بتوطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع البلازما في مصر وأن يتم وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية فضلا عن نقل خبرة الشركة فيما يتعلق بإدارة المراكز واللوجستيات الخاصة بالبلازما بدءا من مرحلة تجميعها وحتى الإنتاج بما يساهم في امتلاك القدرة في هذا المجال الحيوي الذي له مردود مباشر على الصحة وسلامة المواطنين كما وجه السيد الرئيس بالبدء الفوري في إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما في مصر ووضع آلية فعالة ودقيقة لضمان جدارة الأداء بالتعاون مع الشركة الإسبانية مؤكدا سيادته الأولوية المتقدمة التي يمثلها هذا المشروع على مستوى الدولة من جانبهم أعرب مسؤول شركة جريفولز الإسبانية عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس والترحيب بالتعاون مع مصر في مجال تجميع وتصنيع مشتقات البلازما وبنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وتطوير المراكز البحثية في هذا المجال وذلك على خلفية الاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها مصر فيما يتعلق بالمشروعات القومية التي تتم بالتعاون مع الشركاء الأجانب والتي يتم إنجازها في أزمنة قياسية وبكفاءة عالية نتيجة الاهتمام والمتابعة الشخصية من قبل السيد الرئيس أعلنت وزارة الصحة عن خروج 122 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقي من الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاءهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102.103 حالات وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 361 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس لافتة إلى وفت 13 حالة جديدة قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على زيادة فصول الحضانات لتوفير هذه الخدمة للأسل التي تحتاجها جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي ووزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج لبحث عدد من المقترحات لسد الفجوة في فصول الحضانات وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتفاق الوزيرين على آلية تطبيق المقترحات المقدمة وكذا تكلفة تصنيع الفصول الذكية المتنقلة وطاقة تصنيعية للجهة المصنعة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الإصراع في تيسير بعض الإجراءات الخاصة بنقل المرافق في الطريق الدائري والذي تتولى تطويره وتوسعته حاليا وزارة النقل وله أهمية كبرى لكونه طريقا حيويا جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى حيث استعرض وزير النقل كامل الوزير تقريرا حول مختلف قطاعات التطوير للطريق الدائري مشيرا إلى أن هناك قطاعات أشرفت على الانتهاء بنسب تنفيذ تصل إلى 99% اختتمت أمس جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات مجلس النواب كما انتهت لجان العامة من فرز الأصوات في الدوائر التي شهدت جولة الإعادة وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب يوم 30 من نوفمبر الجاري وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن من الوطنية للانتخابات هذا وجرت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة والفيوم وبالسويف والمينيا وأسيوت والوادي الجديد وسهاج وقنى والأقصر وأسوان والأسكندرية والبحيرة ومطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع المقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى وتقلص عدد المرشحين في تلك الجولة إلى 220 مرشحا يتنفسون على 110 مقاعد لا تزل جرائم تنظيم الإخوان الإرهابية علاقة في أذهان المصريين الوعي الشعبي ضد جرائم الجماعة الإرهابية يتصق مع تجريم مجلس الإمارات للإفتاء مؤقرا تنظيم الإخوان واعتباره منظمة إرهابية وهو ما يأتي أيضا بعد أن حضر الدار الإفتاء المصرية من الانتماء للتنظيم باعتباره محرما شرعيا حزمة من الفتاوى صدرت الأيام الماضية كلها تحسم أمر تنظيم الإخوان الإرهابي وتؤكد تحريم الشرع لانتماء إليه وكان آخرها تأكيد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي تجريم تنظيم الإخوان واعتباره منظمة إرهابية الفتوى الإماراتية جاءت بعد أيام من حسم مفتد ديار المصرية شوقي علام للموضوع عندما أكد في فتواه أن الانتماء لتنظيم الإخوان حرام شرعا وقبلها بأيام أكد المفت العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن جماعة الإخوان ضالة ولا تمت للإسلام بصلة واستمرارا للفتاوى التي تكشف جرائم هذه الجماعة الإرهابية وتفضح زيفها يأتي بيان هيئة كبار العلماء في السعودية الذي أكد أن جماعة الإخوان تنظيم إرهابي لا يمثل منهج الإسلام ودع الجميع إلى الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها أهمية خاصة تكتسبها تلك الفتاوى الأخيرة كونها صادرة عن أكبر وأهم المؤسسات الدينية والجهات المخولة بالإفتاء في ثلاثة من أهم الدود العربية والإسلامية التي تحمل لواء نشر الإسلام الوسطي المعتدل وتأخذ على عاطقها قيادة الحرب على التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم الإخوان التي تعيث في الأرض فسادا حملت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وأشارت إلى أن سياسة الغنوشي بتونس أنتجت احتجاجات شاملة في كامل محافظة البلاد وشددت موسى على أن قوت التونسيين أصبح صعبا جراء الإجرام الإخواني مؤكدة بأن الحزب الدستوري الحر يأخذ معاركه من أجل إعادة الأمل للتونسيين أعلنت الأمم المتحدة أن قوات الحوثي باليمن وافقت على أن ترسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية صافر المهجورة قبلت مرفأ الحديدة والمعرضة لخطر حدوث تصرب النفطي وأعلم المتحدث بثمن أمم المتحدة ستيفن دوجريك عن أمله في تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو مطلع فبراير المقبل مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين تحديد الجدول الزمني لإرسال البعثة لليمن لأن الأمر يتوقف على مدى توافر المعدات المطلوبة واللازمة لعمل بعثة الفحص والصيانة قال مسؤول في إدارة الأمريكية أن البيت الأبيض وافق على تلقي رئيس المنتخب جو بايدن تقاريرا للمخابرات السرية اليومية والتي ترفع للرئيس ويعني القرار أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأسماء المرشحة لتولي مناصب في إدارته قائلا أن الفريق الجديد سيجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الحلفاء وأوضح بايدن أن فريقه الجديد مسلح بخبرات طويلة وحقق أكبر الإنجازات الدبلوماسية مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعود لمركزها التاريخي في القيادة واختار بايدن أنتني بلانكن لوزارة الخارجية في حين سيتولى أليساندرو ماركز منصب وزير الأمن الداخلي كما قال الرئيس المنتخب أنه للمرة الأولى ستتولى امرأة منصبا كبيرا في قيادة الاستخبارات وكان فريق رئيس الأمريكي المنتخب الديمقراطي جو بايدن قد رحب بقرار الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب أسمح لإدارته بالحصول على التمويل الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة إلى الإدارة الديمقراطية المقبلة قال ستيفان دوغريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو جوتيرش قلق للغاية وذلك بشأن الوضع في إقليم تجريل إثيوبي ودع جميع الأطراف إلى تهديئة التوتر أشار دوغريك إلى أنه وصلت تقرير عن هجوم عسكري محتمل على مكل عاصمة الإقليم فإنه يحث قادة إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين ودعم حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها نهاية موجزة تاسعة